موسيقى اللي ادى المهنة ربنا ادى له ادى له ادى له بالجامد قوي 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 بس حظك ليه سويد وقعك في شمان اللي عندي انا مجهو انا تتحقق غلط كبير وانا رجلكم ولاجلي هبت لحتولة شدد بالاصر موسيقى للدنيا مكتبوش بوش شو بكرا يجيب افاه اكتل من كده الله يبسط قلبك رب اما انتهت ماشفر كده مش لقش اول ادي اتاك كف نفسك ياه كف نفسك وخول من هل موسيقى 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 طبعا لان احنا كمان زي ما بنحتفي مازلنا بالدراما وبنحتفي بالوجوه اللي قدرت ان هي تكمل المشوار باعمال حلوة ودي فرصة الدراما انها قدرت تقدم لوجوه كتيرة جدا عملت حاجات حلوة انها تأكد موهبتها طول الوقت وده اللي حصل في رمضان عشرين اربعة وعشرين نجم احمد كشك زي ما شفته في عدد من الاعمال السنادي لكن هو ايضا كان موجود بقوة وليه الحقيقة وجود دايما يعني باين وظاهر في مسلسلات كتير وعود ساخية الاصلي بابا المجال وحاجات كتير لكن يمكن السنادي تحديدا تحس كده ايه ان الكريمة كانت مظبوطة على الترطة اللي هو بيقدمها بتاعته خليني ارحب في التاسعة بالنجم احمد كشك مساء الخير يا احمد مساء الخير بس ايه الهدوء والرواءان ده انت داخل علي انا معرفتك انا قلت بقى ايه كده يعني يا شرير وجامد قوي في جودر يا بلتجة بقى جامدة في العطولة لكن هنا بقى احمد كشك نفسك الطبيعي اه اه الطبيعي اه السنادي حاسة انها اكدت المواهب بتاعتك رغم ان انت موجود في عمال كتير ونجحت فيها الحقيقة مظبوط انا طبعا بشكرك جدا وانا اول لقاء لي بعد رمضان معاك اهلا مزحي وده شيء مفرحني جدا جدا ان انا بحبك جدا والله وفي التلفزيون المصري طبعا منوارنا هو الحمد لله هو النجاح بتاع ربنا سبحانه وتعالى انت بتقعد تشتغل يعني كنت زمان اسمع كده كان يقولون في اكاديمية الفنون انا خريج اكاديمية الفنون المعدل على الفنون المصرحية ايه فكانوا يقولون ان انت اتغل وهي حتيجي اه ابزل انت المجهود انت اشتغل لو ملكش دعوة تماما فكرة الناس تحبك امتى ومتحبكش امتى ربنا يشاور عليك امتى دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى فانا حس ان السنادي طبعا كان في ناجحات قبل كده حصلت وكنت بحس بيها بس السنادي كان موضوع مختلف تماما ان كان في جودر بالشكل الفني اللي كان حاصل او ان كانت بقى مصلثة للشارع مصلثة للعتولة فحس ان هي بتبقى حاجة بتاعت ربنا ان هو شاور عليك دلوقتي هي امك تدعيالك جدا ربنا يخليها لي يا رب يعني دايما نقول كده لوحد ايه لما ادخل عملين اقوية كده بالزبط طيب انا عايزة ارجع معاك للخيال بتاع جودر والانتاج الضخم ده لما تم اختيارك يعني عرفت ان المخرج اختارك جات الزيلة لانه كمان جودر الاختيار ليه الحقيقة ميزان مختلف مظبوط عمل فيه انتاج ضخم فيه خيال الف اليلة وليلة فبرده محتاج نوعيات معينة من النجوم اللي حصل ان الاستاذ اسلام خير اتصل بي المخرج وقال لي انا عايزك معي في شغل فاحنا بنعمل شغلانة مختلفة والموضوع هيبقى مختلف عليك كنت انا السنتين اللي قابليها برضو شغال في حيطة الشعب شوية فقال لي احنا بنعمل حاجة مختلفة وحتبقى مختلفة عليك انت كمان وهو فكرة ان الصناع يبقى مؤمنين بموهبتك دي اهم حاجة هم اللي بعرفوا يقدموك للناس فقال لي هتروح وحتروح الشركة خد الورق الاول اقرأ باقي نشوف طبعا لما قريت الورق كله ما كانش قال لي دور ايه على فكرة قال لي اقرأ الاول فانت قريت بالشكلة بالعرض قريت المسلسل كله قريت المسلسل كله اكيد طبعا انك نفسي عمل حاجات تانية طب قولي اول ما قريت لقيت نفسك في حاجة يعني قولي الصراحة بقى خلاص خلص العمل لا اول عمل لسنا ما خلصت في بوزق تاني بس انا هقولك الصراحة انا يعني بحس انه انا قادرة يعني بحب اعمل كل حاجة باعرف اعمل كل حاجة فانا تعلمت واحنا بنقرأ بنقرأ بصوت عالي انا شخصية لما بنقرأ فقريت بصوت عالي بالضبط لو كنت في الحلقة الرابعة مثلا كنت بتقف عند مين بقى وتقدي حاسس ان ده دورك انا دلوقتي هقول كلام عند شمان عند شمان لما كلمني أستاذ اسلام كنت تبقى يعني شمان شخصية شمان انا عملتها اصلا لما جيه واكلمني ما كلمنيش في شخصية شمان كنت في شخصية تانية تمام فانا تمام فت حوالي اسبوعين ثلاثة فرجع قال لي انا شايفك في شمان دلوقتي اكتر فكت دي حاجة فقلت الحمدلله انا قريت كده يا باشا والله طبعا لانا انا بحب اعمل انا ادوار الشريرة صعبة على فكرة مستهلة ادوار الشريرة صعبة جدا ايوا لانه عايز اقولكو هو داخل علي لا هو غير خالص لما بنشوف انتشكلك ملامحك عكس ما بنشوفها على الشاشة هادية وفيها خجل كده ايوا مختلفة بس هودة الفنين المغامرة نفسها بالزبط فانا بحس ان دايما الدور الشر ببقى دور صعبة قوي ازاي تعمل دور الشر والجمهور يحبك انت مش يكرهك ايوا فبحب اعمله اي زي ما كنا بنحب عادي الادهام بالزبط كده والمليجي بالزبط الشرارين اللي بنحبهم بس بحبه بحبك الممثل اشرار بس بنحبهم بالزبط فلما بدأنا بقى اول يوم تصوير ادركت ان احنا قدام عمل طبعا انا مش هكذب قبل ما ندخل العمل كنت عادي رايح امثل اه اول يوم تصوير ادركت ان انا قدام عمل دخلت بقى للديكور اه كما تيجي نرجع تعالوا يا شباب نشوف حاجة كده لجودر ونرجع نكمل يلا يلا نرجع للخيال مع جودر من جمال جودر نشوف جودر احنا طلعا بنا صحابة سعدون ودهرنا في ظهر بعض وانا امن اكدك من بلاوي صح 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 استنا المراد مش جايلك في الصحابين انا جايلك في الشوق والمشروطة محتود وده عربون الشغول الجديد موفيه انت طالع ملاحة على المركب بتاع الجودر صح ملايات من الاول موفيه ماتلخص يا شمان مكفر غاز راس جودر تبقى ايه ترجع من رحلتك راس جودر تبقى معك في جيز ولا اخوف تتعافي الملاحة هي غصلة للأكل ماري مش هتنطفق لما تكون راس جودر من ايدي زي مع المشهد ده ده طبعا من المشاهد بص شكلك كمان كان مختلف تماما بالضبط بالضبط يعني تماما تكلمني كده المشهد ده تحديدا دي مش من قوائل المشاهد اللي عملتها لا كان متأخر شوية كان متأخر يوم تصوير بقى في الأجواء المهارت بقى بالضبط طبعا اول يوم تصوير ادركت ان احنا قدام عمل مختلف تماما كده كده انا بشتغل على كل دور وبذكره بس ساعات لما بتروح بتحس ان انت عايز تذكر تاني فحسيت ساعتها ان انا لازم اذاكر تاني ولازم ابقى مركز اكتر لو ارجع تعالى يا عم شمان تاني بالضبط ان العمل ده العمل ده مش بس الوقت مش الوقت العرض بتاعه بس ايوه هيكمل طبعا طبعا وحيبقى حاجة ليك انت بالمناسبة اللي معيه في المشهد ده استاذ طيمور طيمور مدير التصوير ايوه ايوه احد كان قال لي الحكاية بالضبط وفيه بقى ميزة في الشغلانة هنا اسلام خير المخرج بجد كان مهتم بالتمثيل ودي حاجة لازم اتكلم فيها ايوه لما يبقى فيه عمل كبير قوي كده ديكور ضخم مجميع كتير قوي انتاج بجد كان ضخم جدا انه بقى في وسط كل ده بجد مهتم بالممثل بشكل غير طبيعي هو فيه مخرج ما بيهتمش بالتمثيل لا لا مقصدش اقصد انه ممكن لا اقول لو فيه لا اكيد خلاص لرمضان لا مستقص لرمضان الجاي لا معظم المخرجين اكيد بيهتموا بالتمثيل بس ممكن في اجواء الدوشة والديكورات والمجميع اهتمامك يقل شوية لا 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 ولو الممثل اللي هو واخد الزاوية الصح يكمل من غير ما يواجهه يكمل تمام استاذ اسلام خيري لا دقيق خلصنا خلاص كل حاجة يقول ما اسمعش صوت جيه وقت الاسادزة بقى ويقعد معانا جملة جملة ويعيد ما عندوش مشكلة نقيد عشر مرات المهم نطلع باحسن جودة موجودة فبصراحة انا بالنسبة لي المسلسل ده انا بحبه جدا وبحب نفسي ان اشتغلت فيه كنت متوقع النجاح الكبير ده اه كنت متوقع في جودر جدا في جودر جدا جدا الناس عرفت الفرق ما بينك وما بين العطاولة الاثنين مختلفين تماما اه لا لا الحمد لله اه لا الحمد لله برضا انا عشان اشتغلت اوف سيزون كتير فالاوف سيزون بيعمل لي رسيد شوية في الشارع وفي البيت ده حقيقي بستي انا اقولك على حاجة برضو ياسر جلال عنده تاريخ مع الناس مع الشارع المصري ومع البيت المصري انا شتغلت معي قبل كده في لمس الاكتاف طبعا وكان وش حلو علي وانا وانا شغال ببقى حاسس كده انه ايه الناس هتحب العمل ده لان انا من منطقة شعبية وفاهم الناس بتتفرج على ايه وعارف امي بتحب تتفرج على ايه هو كان مبصة في المواضيع صحيح هو اه الف ليلا وليلا وجودر بس الامور متبصطة جدا الصورة بسيطة جدا صح فبصراحة انا كنت هي بسيطة غنية وعميقة بالضبط يعني كان في كل الحاجات دي وبعدين يبدو ان احنا كنا مشتقين للخيال مظبوط لانه الخيال برضو يعني بيعمل حالة حلوة صح كان الناس كانت سعيدة بالخيال بتاع جودر ده بشكل كبير مظبوط انتو لسه مكملين للجزء التاني الناس على فكرة عمالة تطالب بالجزء التاني يعني اعتقد بشكل كبير يعني انهم اعلنوا يعني اعتقد بشكل كبير فجوز التاني بس لسه مكملتوش لا لسه مكملتوش مظبوط طيب مين اول واحد اكتشف احمد كشكي انت دارس واكاديمي وعملت ادوار كتير يعني برضو اشتغلت مع نجوم كبار طبعا انا محزوز جدا يعني بابا للمجال مثلا مع مصطفى شعبان واشتغلت مع كريمة عبدالعزيز في الاختيار اه ومع طبعا يعني كريمة عبدالعزيز يعني هل انت كنت محزوز برضو باعمال كلها كبيرة جدا جدا انا اعتقد ان انا ما عملتش يعني انا بدأت اول حاجة اللي هي خالص كانت مع الاساس خالد الصاوي في مسلسل الصعلوق ده اول حاجة اللي هي خالص وكان اللي اكتشفني او اللي جابني من على خشبة المسرح كان المؤلف محمد الحناوي والمخرد احمد صالح حمصة هم اول ناش شافوني على خشبة المسرح في الاكاديمية في مهات المسرحية وجابوني امثل وكنت رايه هعمل دور زابط وكان الدور مكتوب صغير جدا يعني مثلا اربع مشاهد بعد اول مشهد استاذ احمد صالح اتفق مع محمد حناوي المؤلف قال له لا هو هيبقى معنا والدور اختلف وبقى فيه دراما وبقى الدور ايوه كان دور زابط بيه حق في قضية وخلاص لا بقى الدور موجود وبقى لي معنا والحمد الله بعدها بقى بس هو اول حد كان محمد الحناوي المؤلف وأحمد صالح حمصة هل انت محزوز ان السلم بتاعك كان سريع؟ انتلعت بسرعة؟ اه يعني انا بالزبط بس انا عدت في المسرح كتير ما هو ده برد نديجة المسرح ان انا عدت في المسرح حوالي اتناشر سنة باشتغل مسرح 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 مطلعش مدرسة طبعا مدرسة ومشتغلش في التلفزيون او في السينيا او اشتغل مسرح وكنت محزوز اكتر ان انا مثلا ما عملتش اوديشن ما لفتش اللفات دي وكنت مصر ان انا هطلع من على خشبة المسرح وقد كان الحمد لله رب العالمين ان هو حيجي حد يشوفني اقول لي تعالى مثل مين الموظفة انا عايزه وده بيبقى احساس حلو عظيم عظيم انه بيشوفك لانه كمان بيشوفك وانت مزاكر انت مزاكر انت بتعمل شخصية وانا عندي احساس دايما ان الممثل محتاج اجواء يعني مفعش تقول لي مثل دلوقتي انا مش عرف امثل دلوقتي لازم في اجواء فهو المسرح محضرني في الاجواء دي فهو كمخرج او كصانع عموما هيتفرج علي في الاجواء دي فهدي متعة عظيمة جدا المسرح زي ما بيقولوا ابو الفنون دي حقيقة ولكن التلفزيون قهضة عريضة طبعا يعني جمهور انت بتدخل البيوت من غير حلوة قوي متعة حلوة قوي اه يعني متعة كبيرة جدا متعة رهيبة حسيت الفرق ده لما بدأت تعمل عمل اتنين فحسيت انه لأ بدأت تلمس الناس عن اربية فبادأت تلمس الناس وبدأت تحب الموضوع اكتر فبدأت بقى اركز فيك اكتر فبدأت تسعاله يعني بدأت بقى اركز فيك فبدأت اذاكره اذاكره بمعنى ان انا زاكر انا بنا يدرس في الاكاديمية المطلقي وxt nutzen و Plaした وبدأت بقى زاكر هم انا بناشد مين انا بناشد الشعب المصري رقم واحد بناشد الوطن العربي بييحبوا ايه بدأت بقى زاكر تاريخنا بدأت أشوف بقى أستاذ عادل إمان بشكل جديد وأستاذ نور الشريف بشكل جديد أستاذ أحمد زكي بشكل جديد شوفهم بعين الممثل أشوفهم بقى بعين جديدة تماما الأول كنت هي الله أنا بحب أحمد زكي قوي عشان هو عادل إمان لما بقيت أنا بقى موجود وبتفرج لا الله دي تسيبها لنا إحنا المشاهدين نستمتع بيهم كده لكن لما يكون حد حيمثل بيرجع وراء ويشوف بقى تفاصيل هي الناس حبت النجوم دول ليه أصلا لازم زاكر هما ليه حبوا النجوم دول فلا بدأت أشوف الموضوع بشكل مختلف رمضان بالنسبة لك كان شغل وكمان نجاح وحظ يعني أنت كمان في الاختيار فنان كريمة عبدالعزيز أمر برضو كنت موجود فيه يعني طبعا وكان شغل كله معاه وكان برضو نجم كبير يعني أنت برضو محظوظ فيها نجم رائع وإنسان رائع وأنا محظوظ بأنني تحرفت عليه ومحظوظ بأنني اشتغلت معاه وبجد كريمة عبدالعزيز أنت تكون في الحشاشين؟ أكيد كان نفسك أنا كنت يعني تمام كنت في الحشاشين ولا إيه؟ بس يعني ما حصلش قلبي حش كنت في الحشاشين فعلا بس ما حصلش يعني حصل إختلاف في الموعيد والحاجات كده بستعمل دور إيه؟ فا يعني مش هقدر أقول طيب ميش بس قلبي حشك يعني أنت تلفع في الحشاشين عشان دي حاجات شغلي يعني بس أنا كنت موجود ومضيت قريدي الحشاشين على فكرة كمان بس قال موعيد والله هي معرف منعرف أكيد طبعا ما حدش يعرف بس كنت موجود فعلا أنه مضيته بس يعني محصلش نصيب تمام بس يعني بص حظك من النجاح راح برضو في جودر آه لأ طبعا وأنا بحب دكتور بيتر ميمي جدا 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 وكنت نفسي أشتغل معايا بس طبعا الموعيد والظروف وكده بس نفت حسن الصباح كان صعب آه جدا كان فيه صفر لكن جودر لأ هو شخصية صعبة فخليك أنت في الفن والحاجات اللطيفة طيب بعد يعني بدأت بقى تعمل أعمال كتير مظبوط ودخلت بقى يعني حسيت أن المرحلة بتتغير إمتى حسيت أن أنت بتغير نفسك بقى في الشخصيات لأن أنت عملت شعبي أكتر من مرة بس كانوا مختلفين بدأت كنت بسمي نفسي وكنت قعد أزهق قعد مع صحابة قلت ممثل مكاتب بدأت زابط مهندس فكنت قلهم أنا أزهقت أنا أمثل مكاتب يعني قاعد في شوق ومكاتب لحد ملوك الجدعانة ده كان طبعا آه يعني وكنت محظوظة أن عملت محنان مطاوع أمل حياتي أوف سيزون طبعا في حكايات إلا أنا نجح النجاح غير طبيعي أمل حياتي كان هايل ومش ممكن خصوصا في البيوت صح مش معقول طبعا يعني آخر يوم عرض لأمل حياتي بعدها بشهر كان رمضان صح فجات ملوك الجدعانة صح فكان ثلاث شهور نجاح غير طبيعي بدأ تفهم بقى النجاح الجديد هو النجاح الشعبي فاتبسطت جدا بيه فكان ملوك الجدعانة وأمل حياتي هما الفرقة بالنسبة لي طيب وكنت طالع بشخصية الشريدة قوي في الاتنين آه في الاتنين أو يعني طب بس الشر هنا لما بتبقى العملين دول أنت إزاي بتحاول تقدم نفسك تبقى مختلف يعني علشان يبقى فيه ملامح مختلفة أنا بقومش من على القهوة من على القهوة أنا حد دلوقتي أنا كنت جيلكم من على القهوة آآ آآ بتقعد عينك أنا مش بطل أنا بقعد آآ ولما مثلا أنا خش البنزينة فهو بحط حاجة مثلا أنا مركز مع الشخص بتاع البنزينة آآ وقعد على القهوة وبمشي في الشارع وفي واحد حييجي فتطلق التخزن شخصي في واحد حييجي حييجي تخزن بقى طريقة كلام بالضبط ماشية بالضبط حركة بالضبط طريقة حاجات أو مبلغي واحد كده أيه طبعا مش كلهم بس بيجي واحد كده بيلفت انتباهك آآ فتقول بس الثبتي جي من على قهوة الثبتي حقولك لا حقولك الثبتي كان أسهل دور علي بجد بالمناسبة طبعا آآ هقولك ليه لأن انا اسكندراني أصلا انت اسكندراني فعلا ومن المنطقة اللي المفروض كان في البداية آآ ان احنا كنا المسلسل بس نحن بعد كالا غين المنطقة يعني فأنا من المنطقة دي أصلا هي العتاولة دي موجودة في اسكندران فعلا لأ منطقة دي لأ لأ هو الشيء بالضبط آآ بس الأول كان ان احنا طلعين في كرموز والورديان والحيطة دي آآ فأنا دي منطقتي آآ والسيوف وبسلمان وده دي كلها مناطقي صحيح فأنا الناس دي فكان بالنسبة لي تمام فلو انتوا جايين عندنا بقى أهلا وسهلا واللكنا واللهجة بتاعتنا سهلة جدا أنا كنت بحس انك يعني إيه سبتي بس فرد رعايتك كده واخد وضعك قويع هقولك ليه لسببين السبب الأول المخرج والبطل بتاع العمل أحمد خالد موسى وأحمد السقا ما سابوش حد عايز تعمل ايه بجد اللي بيمثل مع أحمد السقا لو ما مثلش حيزعل طبعا ما فيش حاجة كده ما فيش حد كده ايه اللي يميز يعني خليني احنا بقى مشاهدين ايه اللي يخليني يميز اللي هو أحس انه ليه كل النجوم مع أحمد السقا مش بيشكره فيه إرضاء ليه ولكن يبدو انه الهات وخدمة أحمد السقا حلو اللي انت عايزه بجد أنا حسيت في اللحظة أنا بمثل مع أحمد السقا ان أنا في المعهد أنا مش فهم أنا مع نجوميته دي كلها أحمد السقا ده كان بيمشي في لبنان بتتقلب وفي نفس الوقت هو الراجل لما بيخش جوه قدام الكاميرا بينسى كل الاعتبارات وبيبقى ممثل زي وزيك ممثل احنا الاتنين ممثلين في ماشر والله ما فيه اي اعتبار لا اي شيء بينسى كل الاعتبارات طب قولي بصراحة انت جملته في العتاولة لما قلتله انت يعني أحمد السقا انت اجدع من احمد السقا طيب هقولك اللي حصل جيمه جاملة ولا ورق ولا هقولك اللي حصل ولا بنختم المسلسل حالس هقولك اللي حصل طيب قول هو المفروض ان المخرج قال لي أنا عايزك هنا تبالغ لان انا كنت ببالغ طول الوقت مع عيسى لوزان مع عيسى مصامرة طبع فلما قلبت وبقت معاهم فقالنا عايزك هنا تبالغ فكرة انت زي جدح كده فكان فيه هو مكتوب فانا كتبته وكان ما يعني اقولت فارتجلته واتفقنا عليه خلاص مع المخرج وتمام السقا كان عارف كله كله كان عارف فمعادة الجملة بتاعت انت اجدع من السقا فوانا بقول نسيت اللي انا كنت كتبه قلت له ده انت جاوكب جدعانة ده انت مجرد جدعانة فوضو كمل بقى واقول له ده انت اجدع واحد مش عارف ايه فانا نسيت فبصت له فجدت لي بقى فقلت له ده انت اجدع من احمد السقا يا اخي فبس خلاص فبقى ترند بقى ومصر كلها اتكلمت عام والثقا سبحة يعني في فيديو موجود عندي حتى على الصفحة وهو بيضحك هو ضحك ومحد تصدق وانا اضحكت وإحنا لتنين قادم يضحك هي جات كده انه اصلا بنا في الكواليس بنقول للثقا كده يعني ده في الكواليسنا وتنت اجدع من السقا يا اخي ده في الكواليسنا اه انتو بتهزروا مع بعض لان ما بنهزر مع السقا مثلا يقول لك ايه يقول له ما تديني الازازة دي مثلا فيقول له يا امو مصحف انتجدع من احمد السقا ايوه وفي الشارع المصري على فكرة في 12 فترة على السوشيال ميديا ننتجدع من السقا هو جالي كده والسبت يقوله على فكرة ايوه صح يعني السبت يقول شخصية السبت شخصية السبت تقول كده شخصية متغيرة يعني الاول بلتجي وضعيف وهبل وضحت عليه وبعدين قوي وبعدين طلع رجل يعني شادع وشهم فيه ثلاث مراحل في الشخصية مضبوط فبرده ده بالنسبة لك اعتقد زي ما منتو بتقوله وماشى حلوة جدا يعني فقدر تتشتغل منها جدا احاول اكلمك برضو باين اه بلغتك بلغة السبت بس احنا هنا مفيش اهاوي لا لا زي الفل اه لكن هو فعلا بصتي الورقة كان مكتوب قويس جدا الشخصية حلوة مغرية انت تبقى عايز تعملها مع فريق عمل بقى السقه وطارق لطفي وباسم سمره وزينة ومي وصلاة صلاح عبدالله بجد الناس كلها يعني يا رب كل الاعمال تبقى كده محدش متضايق كلهم نجوم وكله فرحان وكله سايب الفرصة للي جنبه وكلنا ودول سايبيننا وقفين بنشتغل مفيش اي حاجة واحمد خالد موسى مدور اللوكيشن حلو جدا طبعا وعلى فكرة مخر تاني كان ممكن يخاف يقول لي إيه اللي اجدع من السقه دي هو في لحظة قطوله السبت يقولها السبت كسبت يقولها يقولها شخصيته شخصيته تقولها على فكرة بس قال لي قولها طب تعالا كده أنا هشوف اخرتك ايه مع الوزان هنا تعالا نروح للوزان لانه الحقيقة يعني برضو حالة كده مختلف نشوف السبت يا هاملي اعملت يا ابو امني طيب ده أنا راجل بتاعك وده أنا سبت ده ضرب جامد والي طبعا ده تنسي طبعا برني اعلق المشهد ده يا احمد مع اللي بحيزة المشهد ده كان من أهم المشاهد لهيد الشغل انت رسه شفت حاجة ده أنا عبصودك آخر للبساط أكتر من كده الله يبسط قلبك ربا انا بخاف من الكلاب بجد على فكرة بخاف من الكلاب بجد فهو بس مزوي مني في المشهد ده كتير قوي وكان فيه كلب فعله اه 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 وباسم كان عارف انك بتخاف من الكلاب؟ طبعا باسم حبيبي اه فحيلعبك بجد عكستني عكستني بجد جدا وده بيبقى حلو من ممثل لممثل عشان يطفق حسن تمثيل اه طبعا طبعا باسم السامرة عملاق أستاذ أستاذ مش ممكن مش ممكن انت كان يومك ممكن يبقى فيه مشهد باسم السامرة مشهد الاثنين العتاولة مزبوط طرق لطفي والثقة ده حاجة عظمة قوي طبعا 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 انا بقولك انا محزوز وبعدين تعالى هنا انت عيشت في احلى عيلة اه يعني احلى عيلة دينا ميمي جمال ميمي جمال انت تدلعت جامل طبعا طبعا وأستاذ ميمي جمال دي بقى يعني يا جماعة والله الست دي من اعظم الناس اللي قابلتهم في حياتي سنة خلوقة و جميلة و مؤدبة وبتاريخة ده كله تليها قاعدة في اسطنة عندها روح ستاشر سنة طبعا عمر وبتقبل بتقولوا ايه دي جملة عندك كشباب والله هلأقولها لكم مش بصراحة ست جميلة جدا 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 طب الجميل السنة دي خليني اقول في الدراما 20-24 انه في وجوه كتير لمعت طبعا يعني في نجوم طبعا احنا عارفين يعني عارفين قد ايه هم شالوا الاعمال دي ومسؤولية كبيرة لكن جنب ده بقى فيه حاجة حلوة في الدراما بتحصل مشاهد بتحسب ليكو يعني انت هنا مثلا ده مشهد انت هنا قدامك كمان استاذ فريد سيف النصر طبعا استاذ عظيمة جدا جدا استاذ عظيمة والمشهد ده من المشاهد الحلوة قوية يعني بيبقى صعب وانت قدام فنان عطويل جامد ولا ده بيشحنك اكتر انا بقى كمان نفسي انا بقى نفسي افضل قدام مسترين جامدين طول الوقت متحان ومتعة انت متأكد ان الممستر لم يبقى جامد اللي قدامك انت كمان هتبقى جامد وزيل فل اه انا بحب طبعا ان انا قاف قدام ممسترين جامدين طبعا بس انت كنت حاسس ان انت كسبتي لك وجود يعني استعملوك كتير قوي الابطال اه 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 في كل المشاهد كنت متخيل النجاح ده للشخصية بتاعتك دي بوسي برضو احنا كنا منصور الجزء يعني الفترة الاخيرة كنا منصور في بيروت مكناتش حاسس الشارع انا في لبنان اه طبعا بريطلع من القوتيل على التصوير طبعا يوم 24 نمضان قلت انا لازم انزل انا نجاح في بيروت قلت انا هنزل اشتري شوية حاجات كده من 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 الحاجات السوق يعني اه قلت ان المسلسل ناجح في لبنان بشكل غريب كان اوما رنزل اصلا ناجح الناس مش يعني ما هو انت بقى لو كنت في مصر بس لو نزلت بس على اي قهوة فانا فهمت بقى وانا اهناك ايه اللي حصل في مصر لما هو ناجح كده في بيروت طبعا فطبعا لا الناس بتقولك بينادوك باسمك في لبنان انا ماشي يا سبتي يا سبتي فالناس فهمة وعارفة الشخصيات قويس جدا رجعت بس كندريا لأهلك لناسك للورديان طموز اه طبعا ورأيهم ايه يعني لبنان بحب المناطق الشعبية بتشوف الأداء الشعبي عامل ازاي لأ بس اسكندريا ناجح العتاولة في اسكندريا ناجح مختلف تماما مختلف تماما طبعا لأ انا مصدقتش اللي حصل الناس ليه بقى لان احنا احترمنا الاسكندرانية مطلعناش قولنا الكلام اللي هو ايو لا خالص احنا بنتكلم عادي جدا هو طلعت نزلت لها الحاجات العتاية اللي الحد النهاردة احنا بسمحن لكم بيها بالزبط اللي هو الاسكندرانية فالاسكندرانية شربت انت شربت حاجة ولا شربت الميا شربت اه فهما كانوا فرحانين قوي ان احنا ما عملناش الحاجات المبالغ فيها خلاص عادي بالزبط الاسكندرانية عادي فالنجاح بتاع العتاولة في اسكندرية بجد مختلف اختلاف غير طبيعي بس تستعد الجودر اتنين اه لا مش عارف لسه اه لان مش عارف شو مان متكمل ولا حالة يعني انت وانت قلتلي انا رجعت اذاكر تاني مظبوط لما شفت الديكور الحالة دي لما بتخش بتحس فعلا انك في الف ليلا وليلا لانه الملابس الاجواء كلمني كمان عن وجود ياسر جلال يعني شو مان انا دخلته في تالت مشهد اه اه رابع مشهد رابع مشهد يوم تصوير كنت لقيت شو مان خلاص خلاص شو مان الجديد بقى بعد اما قررت اذاكر اهي وصح اضفت ايه بقى لما ذاكرت شفت الشخصية انا كنت شايفها من الاول بس انت بجد لما دخلت لقيت الموضوع كبير قوي عارفة يعني لقيت ايه ده الموضوع اهم من المذاكرة عادية اهم من انك تعمل الشخصية ف لا الموضوع كبير جدا الديكورات احنا مثلا عندك لو ممكن يعرضوها اي شباب حطوا لنا حاجة من جودر اه الكهف اللي انا كنت مستخبي فيه ده حقيقي موجود على فكرة ده احنا صورنا كهف حقيقي مش مبني اه وكان فيه وطويت بجد وحشرات بجد وكده اي واشان انت خافه بجد اه فتحست ان الموضوع حقيقي اه الديكورات اللي كانت مبنية في مدينة الانتاج الاعلامي بجد مش معقول انت جوه الحالة بتاعت الف ليلى وليلة الحالة مبهرة مش معقول اي وصح ده كله ده كان مبني بقى ده كان مبني اه بالمناسبة الديكور كله كده يعني ما وراء الكاميرا مبني نفس الديكور كده الملابس كنت بتحس ان انتوا في اجواء الف ليلى وليلة بالضبط ده اللي عايز اقوله وده برضو كنت بتتفرج عليها الف ليلى وليلة القديمة عمرك تخيلت ان انت تشارك في الف ليلى وليلة عمر ما تخيلت ان انا شارك في الف ليلى وليلة وعمر ما تخيلت ان انا بقعت قصات حضردك دلوقتي لا انت منور وان انا اطلع مع النجوم كبار ايو اكيد وانا صغير كان نفس امثل أنا عملي ما اشتغلت حاجة للتمثيل بالموازل في حياتي يعني فأكيد أنا لما كل خطوة بعملها بحس إنه إيه ده بجد أيوة أنا عديت آه فباستخبى فترة وأنت لو تستخبى؟ لا ما أنا استخبى يعني حتلاحظي مثلا بعد رمضان آه لو حتلاحظي كل زميلي في الفلعة آه استخبى بعد اللقاء ده متلاحظي في حتة تاني فلاص آه مش محتاج يعني لا تستسيعك فيها كده هتلاقي كل زميلي مثلا في العتاولة أو في جودة كلهم بعد رمضان كله ظهر آه طبعا أنا بجد استخبت شوية لإن أنا ببقى عندي مشكلة إنه بحب أعد وبقول أنت وانت يعني هنا عايز تهدم النجاح؟ عشان ولا عايز تشوف هتعملين؟ لا أهدمه أهدمه تهدمه طبعا عشان عصد الممثل ده نفسية آه أنت ممكن تصدق نفسك آه لازم تبقى مصدق بجد أنت فين؟ آه في الحدود اللي أنت فيها آه اللي هو عود ساخية السنة بتاعت عود ساخية أنا كنت عامل عود ساخية والمداح والكتيبة مية واحد آه نجاح غير طبيع طبعا وكلهم حقيقة نجاح مش ممكن ثلاث أسابيع في البيت استخبت ثلاث أسابيع وروحت إسكندرية تهدى كده مع نفسها يلا نهدى كده نبدأ بقى تاني لازم أرجع أحمد كشك اللي كان وقف على خشبة المسرح في المعهد ومستني دور حالي يجيبه ويقوله أنت جامد تعال خليك قديك دور أحسن بس برضو الممثل من حقه أن هو يفرح بنجاحه أنا فرحون جدا طبعا لا فرحون جدا مين من النجوم اللي من قلبه يقولك لأ أنت على فكرة يعني تحس أن أنت نجاحك بقى بيتشاور عليه مين من النجوم؟ اللي شاور علي اللي أنت شتغلت معاهما أو بتقبلهما أو طبعا يا سيد الجليل بس حاجة مهمة يا سيد الجليل صديقي يعني يا سيد الجليل أنا بحق يعني من الناس اللي بجد صبرت ليه حتى لو مش شغال معاه يبعثلي يقولي برافو يا كشك انت كنت كويه السيسة نادي أه أكتر حد شفته فرحون بنجاحنا قوي 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 كان كريمة عبدالعزيز واحمد السقا الله لما اشتغلت معاهم بجد شفت يعني دايما أنا بقول الجملة ديت يا رب لما أبقى زيهم أبقى زيهم يعني يا رب لما وصل اللي هما وصلوله أبقى زيهم صلى الله ليه لأ يعني طول ما المصر والليدة والرموز حلوة وانت بزلت مجهود وعندك حضور كبير وليه لأ يمكن رمضان اللي جاي أو أوف سيزون زي ما بنقول مسلسلات تانية نشوفك بتعمل حاجة تانية أنا مش هسيبك أبدا إلا لما تكلم السبتي يكلم شومان في جودر ونخدم بيها مع الكاميرا صعب أول قوله بقى أي حاجة بقى يعني يرجع على القهوة سبتي كاميرتك هاي بقى أنت وهو عند باشا بتاعنا وهو مدير تصوير برضو جامد يعني قد بالدنيا الشومان يكلم السبتي انت عايز مين يكلم مين مش مو يشكلها اللي احنا عايزين الشومان يكلم لا السبتي هو اللي يتكلم السبتي اللي يتكلم كلم المخرج كلم رئيس تحرير كلهم تمعينا اسمه إيه المصور ده لا مش شايف من عنده المصور اسمه إيه؟ ماشي شومان يلا شومان خد تعالع عشان حنلعبوا جولة نلعبوا جولة حتى ساعة مساءا عالقناة الأولى حتلعبوا كلنا معا الجولة قصما بالله انت أجدع من شافك المنايري نورتنا منورك مرسي جدا ليك مرسي جدا مرسي جدا مشedربوا كلنا معا الجولة